تغادر يوم الجمع البعثة الليبية للمشاركة في أولمبيا دي ريو لذوي الاحتياجات الخاصة في رحلة تلفها عديد المشاكل أبرزها الدعم المادي تكاليف تذاكر السفر تكفلت بها اللجنة الأولمبية الدولية في ظل عجز الدولة الليبية على توفير مصاريف البعثة والتي لم تتجاوز الستة أشخاص بعتنا برسالة للجنة المنظمة بأننا سوف لن نتمكن مشاركة بسبب غياب أي نوع من الدعم فبالتالي تدخلت اللجنة البرالمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة لعاب البرالمبية بيريو على أكبر مستوى وكانوا للأسف الشديد كانوا حارسين على مشاركة البرالمبية الليبية أكثر من أطراف عديدة داخل الدولة الليبية 83 رياضيا كان من المفترض تواجدهم في أولمبيا دي البرازيل لأن الأمور المالية كانت عائقا كبيرا حتى في توفير معسكر داخلي للرياضيين وهذا الحقيقة حرم كثير من الرياضيين حتى تاريخهم الرياضي يؤكد أنهم حتى مشاركتهم تكون منافسة حالة من الإحباط تصيب أعضاء البعثة الليبية في ظل الإهمال المتكرر لهذه الشريحة يعني للرياضة هذه ما حصلت يش دعم حقيقي من الدولة يعني يعني عبر اللي يعني كل الدعم اللي يجي للرياضات ذوي اللي يعاقة هو دعم مجاملة فقط يعني ما فيش دعم يعني لو نجي نشوف الدول اللي جوارنا أو دول أخرى متطورة هناك دعم حقيقي هناك خطط تدرس من أجل الرياضي أن يطور من نفسها نحن بالعكس يعني الرياضي ممكن يظهر عماك في منافسة ويختفي للنهاية في ظل هذه الظروف تبحث الرياضيتان سحر الغنيمي وغزال العقوري عن فرصة في المنافسات بالرغم من قلة الاستعداد سالا يا ابن قلت استعداده يعني والضغطات النفسية المرميلة لكن يعني إرادتنا أقوى إن شاء الله تكون ونشرحها تكون مشاركتنا مشرفة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله نشارك مشاركة يعني لأن احنا ما زلنا لدارنا استعدادات لدعم خارجي لمعسكر خارجي لمعسكر داخلي اشتركوا في القناة